هنأت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم الطفل ساجد محمد عبدالفتاح لفوزي بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين والتي نضمها المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ضمن الاحتفالات بدورة الألعاب الشتوية ببكير يذكر أن الطفل ساجد كان أحد المشاركين في منافسات الدورة الأولى لجائزة الدولة للمبدع الصغير وجاء ترتيبه الثالث في فرع الشعر بالإضافة إلى الطفلتين رنى أحمد عبدالوهاب التي نالت جائزة المبدع الصغير في العصف على آلة الكمان الفئة الأولى وجمانة محمد مصطفى التي حصلت على جائزة التميز